هل تأتي نرجع وراء قليلا للطفولة؟ فيوم؟ فيوم كنت طفل شاقي؟ كم أخ الأسرة كانت كلاسة؟ نحن أبويا وأمي أبويا الله رحمه قعد سبع سنين ما يخلفش وأنا جيت بعد سبع سنين وبعد كده بسم الله ما شاء الله خمسة أخواتي بغي وبعد فريق كورة ثلاثة بنات ثلاثة أولاد ما شاء الله أنت ترتيبك الأول كبير كنت طفل شاقي بقى وتعمل مشاكل جدا معين دامن كبير ببقى هادي لا خالص أقوله دامن كبير لا خالص عادة ببقى كبير هادي الثاني هو اللي ببقى فيه مشكلة عادة لا أنا حضرتك كل اللي أقدر أقوله أن طبعا دي كانت ثقافة في الوقت ده أبويا الله رحمه كالراجل مدرس لهو عربي يعني كالراجل مهير عام في تربية التعليم فهو تربوي فأسلوب التربية زمان كان بالغرزانة طبعا لا أنا اتضربت بكل حاجة بقى أنا مش عارزها أنا مفيش أي أداة ممكن بني آدم يتضرب بيها ما اتضربتش بيها بسبب الشاوي بسبب الشاوي أكتر مرة اتضربت كان سابقا ليه العلقة لا ممكن أقول آخر علقة آخر علقة آخر علقة لأن الفاكرة كويس جدا طب كان آخر علقة دي كنت قديه كنت سنوي تقريبا أوه ما شاء الله كنت كبير ما شاء الله كنت ضرب لحد لا ما شاء الله لا 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 محمد الله محمد الله أنا بيتردلي في ابني دلوقتي ما نقولك بأن الناس ليس هتصدق ده لنك شخصية بين هادي وعائل ورازين مع الوقت الواحد يبدأ اهدى طبعا لا وانا صغير كنت صعب جدا كنت عملت اي بقى ضربت خوية لا صغر مين ده بس دي يعني وردة لا 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 انت عايز الكوارس انا عملت كوارس كتير اه وانا عايز الكارثة لا لا انا بس دي كوارس حضرتك مثلا الكوارس ان انا مثلا اه كنت عن دخالتي فبلعب على بسطة السلم ففجأة دخلت فجأة دخلت على خالتي ووجدي انا عندي هنا هتلاقي اصرها لحاجة الوقت وش ده دمدي ايه ده ليه نازل بقى منع السلم طيراخ عارف انت زمان واحد ينط نازل تركيلا نط لا مكانش عنده تقدير للاشياء فانا بتعامل مع الحيطة لانها مرتبة اه فداخل في الحيطة بالدماغ ايه ده اه عادي جد تمام بلاش انا عندي هنا تعويرة اه دي مش تعويرة دي خلاص دي اصر ده عارف انت الفوم اللي كان بيبقى على التلفزيونات والتلاجات اه فانا انا دايما كان عندي مشكلة من وانا صغيرة على فكرة ولازلت معي لحد دلوقتي بس مع الفارق تقوليش انت تفاكت على قبضة الهلالة مثلا انا ويسف منصورة لا يا راجل لا مكانش ده اللي مكانش ده اللي استهويني انا كان استهويني انا بقى عايز اعرف هو ده بتعمل ازاي اه انت بتصنع لا عايز ادخل في تفاصيل الاشياء يعني هتقولي ايه خد الموبايل ده استخدمه انت هتستخدمه انا عايز اعرف هو هتعمل ازاي ففوك بقى اه برافو علي هو ده اللي كان بيحصل بجدد يعني كل اللي قابيه متدمرها لان عايز ادخل ادخل اشوف اللي بتكلم جوا ده بتكلم ازاي ده فامان كل الكنب بتاع الصالون اللي كان عندنا وده كان اكبر من الدرب العلق المحترم ده تقوليش انك قطعت الكنب وطلعت السوصة من تحت من تحت بقطر وبموس وحاجات كده كنت لازم اشوف هو كنت لازم بلغ عنك اصلا هو الله أرحمه الله هو عنا معايا كثير